ايمان نور عنده ربما تغريد لا اراضي حصله خلال الفترة الماضية ومش هسأل اقول ليه لان انا فاهم ليه ايمان نور بسرعة بعد فوز الديمقراطيين ظن نفسه انه خلاص قارب ان يكون كالخميني يأتي محمولا على الاعناق هو والبردعي ظهر انبارح وايمان نور ظهر النهاردة لكن ايمان نور تفوق على البردعي بالضربة القاضية عندما قام بكتابة 58 تغريدة سر 58 تغريدة اسهال تغريدات من ايمان نور وتغريد لا اراضي كما قلت بدأها بيقول عشر سنوات على ثورة يناير مر عشر سنوات على ثورة يناير بقول رؤية استراتيجية لثورة مصر في عشر سنوات مضت وملامح لاستحقاقات قادمة ماذا بعد الانتخابات الامريكية ودعوة الاتحاد القوى الوطنية المصرية بقول لأيمان عبدالعزيز نور انت بتقول انا لبرالي لكن انت لا حصلت لبرالي ولا حصلت اشتراكي ولا حصلت يعني اسلامي ولا حصلت شيوعي ولا حصلت مركزي انا معرفش ملت حضرتك ايه ايمان نور بيربط ما بين الاحتفال من اوجة نظره ممره عشر سنوات على ثورة يناير وبيقول في ضوء اهو كلام بتاعه بيقول اهو ملامح لاستحقاقات قادمة وعنده رؤية استراتيجية مبنية على ايه الرؤية الاستراتيجية لأيمان نور مبنية على نتائج الانتخابات الامريكية هل هذا يستحق ان يكون معارض سياسي نزيه هل هذا يمثل فكر لمعارض سياسي نزيه انه بيربط امله واماله وامال امته وامال شعبه بيربط الرؤية الاستراتيجية بتاعته ان كان عنده رؤية استراتيجية بنتيجة انتخابات دولة اخرى حتى ولو كانت الولايات المتحدة الامريكية اخصى عليك خسئت وخبت وخاب مسعاك وانا بقول فعلا فعلا ايمان نور زي ما قلت قبل كده وبعيد الكلام تاني ولن اغيره ايمان نور عبارة عن شتيمة هو كلمة ايمان نور لما تحب تشتم واحد ممكن تقول له ايمان نور مش بهزر لكن والله اصبح سبه في جابين العمل السياسي واصبح سبه في وسط المعارضة هو مش معارضة لانه الواحد اللي يهرب برا مصر ويحتمي باعداء الدولة المصرية ويتكلم بمثل هذا كلام السخيف الكلام الرخيص الكلام الساقط اعتقد انه المصريين خلاص عرفوا ولفظوا لكن انا هنقل لحضراتكم بعضا مما قاله ايمان نور في تغريداته اللي بتمثل كما قلت يعني سقطة تضاف الى سقطاته مجموعة من التغريدات قدام حضراتكم هاقف فقط عند التغريد رقم سبعة وخمسين وكلام خطر جدا جدا بيفضح توجه ايمان نور وبتكلم كلام كبير جدا كلام كتير جدا على ثقة مصر والعالم وتطمين الشركاء ويتكلم عن المثقفين والعامين ودورهم الى اخره لكن انا بقف عند التغريد رقم سبعة وخمسين سر ايمان نور في التغريد رقم سبعة وخمسين بيقول وانت انطلق بخطاب بناء قوي وواضح يعمل على صناعة الفرز المطلوب ثم على تجزيره مع كسر الاستقطابات الراهنة والقيام باختراقات نوعية في مختلف المجموعات المتنازعة في المشهد دي انا عايز دي لوحدها يا براهيم من فضلك هنا اهي تاني معلش بقول لحظوكم انا بس بنقل للمصريين وبوجه للمصريين كلام مشانا لاقيله هو قيله ايمان نور انا بقى رأى قدام حضراتكم ما بعملش ابداع يعني اهو والقيام باختراقات نوعية ايمان نور خططو يقوم باختراقات نوعية في جموع الشعب المصري بين المجموعات الموجودة في الشعب المصري بين الاحزاب الموجودة بين الكينات الموجودة خطة ايمان نور لا يمثل نفسه ايمان نور بيمثل اعداء الدولة المصرية وليس معارض نزيف او معارض شريف بل هو مأجور قولا واحدا ما في ذلك شك يعرفه القاصي والدان وشوفوا العيالي الاخوان اللي موجودين في تركيا قالوا عليه ايه حرامي قالوا عليه غير نزيف قالوا عليه غير شريف الواد بيكلمه بقول له يا اخي ده احنا الواد عمرو عبدالهادي بقول له جينا بيتك في 2015 في رمضان عزينا على الفطار بنقول لك القبلة فين ما كنتش عارف سيبك من كل هذا الكلام ها امور لكن انا بقول انه اكتشف الاخوان ايمان نور وايمان نور اكتشف الاخوان وهم الاثنين يعني اقزر واحقر من بعض بشكل واضح تاني هو ايمان نور انا بتكلم عليه او عنه بصفة معارض لا والله لا اعتبره معارض لانه انا في امس وبقول هذا الكلام مرارا تكرارا نحن في امس الحاجة الى معارض نزيه معارض شريف وكل واحد بيعارض من داخل مصر على رأسنا من فوق وطول ما فيه رأي ورأي اخر طول ما فيه فكر وفكرة اخر انا دايما بقول التنوع في الاراء والافكار ثراء فيه ثراء لما يكون عندي اختلاف في توجه اختلاف في نظرة اختلاف في فكرة اختلاف في ثقافة بيبقى فيه غنى فيه ثراء مش رأي واحد مش قرار واحد فيه صناعة قرار بيشارك فيها الكثيرين الكثيرون وفيه متخص قرار بيتاخذ قرار واحد وفقا للانظمة الموجودة في كل بلد ايمان نور بيفضح نفسه بيقول احنا عندنا خطة لأهو كسر الاستخطابات الراهنة والقيام باختراقات اهي كلمة اختراقات دي اخطر ما ورد وبيفضح ايمان نور نفسه بنفسه في هذه التغريدة اللي بيحط بيوضح فيها الخطة من خلال 58 تغريدة بيقول فيها احنا هنعمل ايه في يناير القادم بيقول ايمان نور في التويتر 58 يرفقاء يناير هذا السيناريو قابل للتحقيق او للتحقق في يناير 21 لو توفرت الارادة والامكانيات عايز فلوس طبعا بيتكلم بيقول احنا عندنا ارادة بس عايزين امكانيات والمعركة تستحق ان تخاض لانها نتيجاتها حصول التغيير المنشود في وقت مأمول اهو اهو خد بالك من كلمة وقت مأمول لان نتيجاتها حصول التغيير المنشود في وقت مأمول الوقت المأمول بعد الانتخابات الامريكية بتكلم وتقديم نموذج نجاح لمهم لشعوب المنطقة ككل دكتور ايمان نور في نوفمبر 2020 ده ايمان نور ويعني ممكن حضراتكو تقرؤ ال 58 تغريدة اسهال التغريدات اللي عنده اقف انا بقول لكل الناس اقروا يا جماعة ايمان نور وشوفوا كم شوفوا كم المؤامرة شوفوا حجم المؤامرة شوفوا حجم المؤامرة احنا عندنا موسم ظهور الكلاب الضالة النابحة مرتين في السنة الموسم الاول موسم ظهور الكلاب الضالة النابحة في سبتمبر من كل عام وموسم وموسم إعادة الكلاب الضلة لتجربة النباح من جديد في يناير عندي موسمين المصريين بيبصوا عليهم وبشوفوهم باحتقار لهؤلاء الكلاب النابحة وإزدراء لهذه الكلاب النابحة مرة بيطلعوا في سبتمبر ومرة بيطلعوا في يناير طبعا بالتأكيد بيشتغلوا بيحضروا لسبتمبر من أول السنة علشان خاطر إيه؟ عشان الدعم عشان التمويل عشان الفلوس بمجرد بنتنتهي سبتمبر يبدأ في شهر 10 أو 10 أكتوبر بيخفض صوت هؤلاء يبدأ في نهاية شهر نوفمبر يبدأوا يتكلموا تاني زي ما حصل دلوقتي وشهر 12 كله يبدأ في شهر واحد عشان يجي لهم تمويل جديد خلاص قربنا نوقع مصر قربنا نوقع الجيش المصري قربنا نغير كذا قربنا نعيد الخراب لمصر هو ده البضاعة بتاعتهم اللي بيبيعوها يقول لك حرية يقول لك ديمقراطية يقول لك لبرالية يقول لك حق الفرض مش عارف في إيه يقول لك إيه كل هذه أكاديم حق الإنسان المصري مصون بالدستور حق الإنسان المصري في زي ما قلت ببساطة من غير ما نقعد نتكلم ونعوج لسنة ونتفلسف في الأمور حق الإنسان إنه يتعلم كويس يتنور كويس يتثقف كويس يبقى عنده حرية اختيار يتعلم إيه عنده حرية اختيار يعيش فين عنده حرية اختيار يخش أنهي حزب حرية الإنسان المصري إنه يكون عنده سكن لائق بإنسانيته يكون عنده هدمة ملابس يلبسها تليق بيه حرية الإنسان المصري إنه يلاقي لقمة يلاقي شربة مية تليق بيه حرية الإنسان المصري إنه يكون عنده في الأمور مصر صرف صحي موجود عنده طريق يليق بيه عنده بيت يسكن فيه حرية الإنسان المصري إنه يلاقي إدارة رشيدة إدارة حقيقية لان احنا ما كانش عندنا دارة كان عندنا خراب وعندنا فساد وعندنا بلاوي كل دا بيتزبط في الاخر لا نختزل حقوق الانسان على حرية التعبير وعلى حرية انه يتظهر وحرية انه يعمل وقفات احتجاجية وحرية انه يشتب بلده لا 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 الحرية المنضبطة الموجودة في كل مجام في العالم وكل مجتمع له خصائصه في الحرية له خصائصه في الديمقراطية لا يمكن الديمقراطية مش موجودة على الرف الديمقراطية مش موجودة على الرف هجيب جزء من الديمقراطية واقول يتطبق لا يمكن دا مش تطبيق بنزله من على الابل ستور دا مش تطبيق باشتريه من السوبر ماركت دا ارهاصات مجتمع بناء مجتمع ثقافة مجتمع